السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تانية سنوي النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض شرح درس central nervous system يلا نبدأ بسم الله اول جزء عندنا هنا في الدرس بيتكلم عن structure of the nervous system اللي هو تركيب الجهاز العصبي عندنا الجهاز العصبي بيتكون من جزئين اساسيين حاجة اسمها central nervous system اللي هو الجهاز العصبي المركزي وpreferral nervous system اللي هو الجهاز العصبي الطرفي طيب central nervous system اللي هو موضوع درسنا النهاردة بيتكون من ايه بيتكون من brain اللي هو المخ وspinal cord هو الحبل الشوكي اما الpreferral nervous system اللي هو الجهاز العصبي الطرفي بيتكون من حاجة اسمها cranial nervous يعني اعصاب مخية ودول بيكون عددهم 12 bears يعني 12 زوج من الاعصاب المخية وبتكون خارجة من الbrain وspinal nervous ودول عددهم 31 bears 31 زوج وبيكونوا خارجين من طيب نبتدي على طول بيقول لي هنا ان central nervous system ده بيتكون من الbrain والspinal cord مين اول جزء عندنا الbrain وده اللي واخد معظم الدرس نشوف كده الbrain بيقول لي ده بيمسلي الجزء الاكبر من الجهاز العصبي المركزي الوزن بتاعه بيبقى بالنسبة لتشيلدرن الاطفال او اللي لسه يعني الطفل عند الولادة بيكون الbrain بتاعه وزنه سري هندرد ففتي جرامز يعني اكتر من الربع كيلو بون هندرد جرامز تمام طيب الادل تمام بيكون وزن المخ فيه وان ساوزاند فور هندرد جرامز يعني تقريبا كيلو ونص الا ميت جرام تقريب بنقول هنا يعني هو بيشغل هو موجود في علبة عظمية كده اسمها كل دول معناهم الجمجمة ان المخ موجود داخل علبة عظمية اسمها السقل اللي هي الجمجمة طيب ايه كمان بيقول لي محاط المخ بثلاث اغشية اسمهم واللي هي الاغشية الصحائية اسمها الاغشية الصحائية واتش ارس بونسبول فورو دي مسؤول عن حاجتين اول حاجة البروتيكشن الحماية والتاني حاجة التغذية بتعمل على حماية وتغذية الخلايا المخ تمام كده يبقى عرفنا ان المخ موجود داخل علبة عظمية اسمها سكل محاط بثلاث اغشية اسمهم ما ننجز ووظيفتهم حاجتين الحماية التغذية يبقى حماية وتغذية المخ عظم الجمجمة طيب وما البيا مطر اللي عندنا اللي هو باللون الريد ده ده بقى اللي بيكون محيط بالبرين نفسه بيقول اللي تزا من برين ده الغشية يعني ده ملتصق بسطح المخ يعني المفروض الجزء الداخلي ده كده هنا هيكون البرين يبقى فيه واحد من يوم ديورة مطر ده بيبطن عظم الجمجمة التاني اللي هو البيا مطر ده هو اللي بيلاسق او بيكون ملاصق للمخ وما اللي في النص ما بينهم قال لي اللي في النص ما بينهم ده الاركانويد اللي هو عبارة عن ممبرين يعني هو بيملق الفراغ ما بين التو ممبرين دون اللي هما الاوتر والانر اللي هي اوتر ديورة واند انر بياماتر وبيحتوي على سائل شفاف عشان يحمي المخ من الصدمات يبقى عندنا تلتة اغشية ديورة مطر وده ملاصق ليه او بيبطن عظم الجمجمة عندنا البياماتر وده ملاصق ليه البرين نفسه معمول باللون الرد ده بيبقى فيه كده ذا بلات فيسلز بتغزي الاوعية بلات كابيلرس بتغزي البرين لاني ما ننساش ان احنا قلنا ان الفانكشن بتاعت بروتيكشن ونورشمين تتغزية فاكيد الملاصق للبرين ده مسؤول عن التغزية نورشمين وهنا قال لي ان الاركانايت ده بيحتوي على فلويد السائل ده بيحمي البرين من الميكانيكال ترومة من الصدمات طيب فيه سؤال تست يورسلف بيقول لي هنا ايه طبعا ليه لان احنا عندنا البرين ده المحاط بالسكال وبالاستريم اللي احنا سميناهم المنينجز طيب دلوقتي اول حاجة بالنسبة للسكال اللي بتعتبر بونيتشو فلما اجي اتكلم بقى اول كده بيكوز برين هنا ثلاث اغشية اللي هما ايه اللي هما المنينجز ويتش بروتيكت بيتعمل على حماية وتغذية طبعا بالاضافة العلبة عظمية اللي هي مين اللي هي ودي تعتبر بالنسبة لنا هنا يعني ده كده محاطس اللي هو بيتكلمني عن دايما المنبرينز دي اولاد بتكون زي تيشو اما اللي عندنا بتبقى مكونة من فهي عبارة عن تمام يبقى بقوله بيكوز برين اللي احنا سميناهم من انجز تمام اللي هما مين بقى اللي هما دورة مطر بيا مطر طيب نيجي بعد كده بيديني معلومة احنا قلناها عندنا اتناشر زوج يعني من الاعصاب المخية بيكونوا خارجين متصحين من يعني خارجين من طبام كده طب هنا جايب لي ايه بقى جايب لي مكونات البرين نركز كده مع بعض بيقول لي ان عندنا حاجة اسمها طب ده بنقول عليه المخ الامامي او الدماغ الامامي طبعا والميد برين هيبقى الدماغ الاوسط والهايند برين ده المخ الخلفي او الدماغ الخلفي تمام كده طب نشوف عندنا هنا الفور برين بيقول لي بيتكون من سريبرال كورتكس حاجة اسمها القشرة المخية اللي بتكون عبارة عن توسربرال هيمسفير كلمة توسربرال هيمسفير يعني نصفان كرويان يعني لو احنا شفنا المنظر ده ده هيعتبر بالنسبة منظر جانبي الجزء ده كده الجزء الكبير ده يا شباب اللي مهوق مشاور لي عليه وقال هيمسفير ده نصف كروي يعني احنا عندنا المخ في نصفان كرويان ده منظر بالجنب فده كده نصف الكرة من الاتنين وبعد كده في حاجة اسمها صلمس اللي هي منطقة المهاد شايفينها اللي لونها مايل الموف او الازرق شوية اللي هو الجزء ده منطقة المهاد وبعدها هيبو المنطقة اللي تحتها دي موجودة اسمها هيبو يعني منطقة تحت المهاد يبقى الصلمس ده اللي هو منطقة المهاد هيبو صلمس منطقة تحت المهاد هنتعرف على كل جزء من دول ونعرف وظفته ايه يبقى بيتكون من نصفان كرويان ومنطقة صلمس والمنطقة دي اسمها هيبو صلمس تمام طيب وبعد كده لو بصينا بقى على الجزء ده اهو الجزء ده كده بالتحديد هو ده هو الدماغ الاوسط اللي بيعتبر زي يعني زي حلقة وصل كده ما بين وهنشوف دوره ايه طيب بعد كده عندي ده بيتمثل في تلات حاجات حاجة اسمها اللي هو بيتقال عليه المخيخ اللي هو بيبقى شبه ورقة الشجر ده يا شباب وحاجة اسمها وهنعرف دورها دلوقتي مع المضالة اللي هو الجزء ده اهو الجزء ده كله اسمه ومضالة اللي هو الجزء الاخير ده اسمه النخاء المستطيل تمام اللي هو اخر جزء منتصل بالحبل الشوكي اللي بيمر في داخل قناة جوه الفقرات بتاعة العمود الفقري يبقى هو على الرأس موضح لي الفور برين بيتكون من الهيميسفير ومنطقة السلمس والهيبوسلمس وبعدهم فيه متبرين وتحت متبرين فيه جزء مهم هناخده ان شاء الله في بداية سنة ثالثة اللي هو البتيوتر جلاند دي الماستر جلاند اللي هي رئيسة الغضض الصماء وبعد كده خدنا بعد هنا فيه متبرين بعد كده فيه هايند برين اللي هو بيتكون من ثلاث اجزاء اللي هو وآخر حاجة فيهم المضلة بولنجاتا ده الجزء التاني من اللي هندرسه في آخر الدرس هدنشوف كده مع بقى بيقول اول حاجة كده الفور برين الفور برين ده بيعتبر هو أكبر جزء من وبيتكون من اول حاجة هنا شايفينها مع بعض القشرة المخية اللي هي عبارة عن طيب نشوف كده مع بعض الوصف بتاع النصفان الكراويان يبقى احنا دلوقتي هندرس في من في النصفان الكراويان بتوع المخ اللي هما بيعتبروا اكبر جزء من المخ بيقول لوبز فصين كبار لوبز يعني هنا فصين كبار كل فص منهم اسمه نصف كراوي احنا طبعا لو شفنا شكل المخ بيبقوا فصين تحس ان هما فيما بينهم شق فشر يعني شق بط بس مش مشقوقين خالص يعني مش منفصلين لازم يكون البرين في حالة اتصال فبيقول لي يعني بتصل ما بينهم حزمة كبيرة من الياف عصبية يبقى انا لما شوفوا الفصين الكبار بتوع المخ اللي هما اسموهم تو سريبر الهيمسفير بحس ان فيهم شق تمام طيب الشق ده فصلهم عن بعض تماما لا هو الشق ده على الرغم ان هما وجود ويبانوا ان هما فصين ولكن ان فيه وهم متصلين من بعض عن طريق يعني حزمة كبيرة من الياف عصبية طب السريبر الكورتكس ده بيتميز بايه بيتميز بوجود يعني انخفاضات الانخفاضات دي على على اعمق مختلفة اسمها يبقى الانخفاضات لو انت بصيت فعلا على سفح المخت هبنشوف كده اهو مش هنلاقيه كل سموس من الخارج او ماشي كده لأ هتلاقي فيه تعاريك كتير وتناد فبيقول بيتميز القشرة المقية ان فيها على انخفاضات انخفاضات على اعمق مختلفة فيها بيقولوا عليها زي فيها حفر كده واخاديد باللغة العربية وفيه ما بينه وبين بعض ثنيات يعني ثنيات زي ما انتو شايفين كده اهو ده شكل ياولا طيب نشوف كده مع بعض بيقول لي كل النصف كرة منهم بيتقسم لايه قال لي يعني خمس فصوص طيب ايه الخمس فصوص دول ده بيتقال عليه الفص الجبهي لانه بيبقى هنا منطقة الجبهة وبرت يا اللوب ده بتقال عليه الفص الجداري وفي اللو اللي هو الفص القفوي وتمبرال اللوب اللي هو الفص الصدغي وهنشوف كل فص من دول بيبقى موجود فين وبيعمل ايه بالزبط هنشوف مع بعض على الرسم حالا وفيه فص خامس بيقول لي لان الفص الخامس ده فيه فص تانيين بيغطوه يعني الفص الجبهي والفص الجداري بيغطو على الفص الخامس ده طب نقدر نشوف امتى لو عملنا قطاع عرضي في منطقة القشرة المخية يبقى لو عملنا قطاع عرضي لكن غير كده بيكون متغطي بالفرانتل والبارتيا اللوب طب تعالوا ما نشوف الفنكشن بتاعة ستريبرال كورتكس طبام كده شباب الوظيفة بتاعتها بقى احنا قلنا ان فيها فايف لوب فكل فص من هبتدي اخدو كده واتكلم عنه بقول الفرانتل لوب ده الفص الجبهي في مراكز للحركات الارادية اللي بنقول عليها مراكز حركية ومراكز للنطق والزاكرة ومراكز عارفينها اللي هي الزاكرة يبقى هنا لما نيجي انا اشوف بقى بيقول لي هنا بصوا كده ده مركز الحركات الارادية مركز الزاكرة وموتور سنتر هنا يبقى اللي اتنين دول الجزء اللي عندي هنا ده واللون مثلا اليلو او الفايلوت اللي اتنين الموتور سنتر والميمور سنتر هما اللي اتنين تابع من الفرانتل لوب كده هما اللي اتنين فص جبهي تمام يبقى الفص الجبهي بيحتوي على مراكز الحركات الارادية اللي هي وكمان في مراكز والميمور الزاكرة ونضيف عليهم كمان التفكير مراكز التفكير تمام طب البرت ياللوب ده بتقال عليه الفص الجداري تمام وده كنترول مني سينسوري فانكشن ساتش اس سينسيشن اوف الاحساس بالهيت والكولد والبريجر والتوتش يعمل الاخر هو المسؤول عن سوماتيك سينسيشن اوف سكين اللي هي الاحساسات الجسدية بتاعت الجلد طب ما احنا ممكن نعلم احنا عارفين سكين يعني جلد يبقى اللي هو الفص الجداري ده بتاع الجلد كل بقى ما يتعلق بالجلد سواء الاحساس بالهيت الحرارة البرودة الضغط او تاتش اللمس كل دي خاصة بالبارت اللي هي بارت اللي هو اللي هو الجزء ده البينك اللي مشاور عليه ده اقول ده يعتبر بالنسبة لنا ايه اولاد طيب نكمل بقول لي اوكيبت اللوب قال لي الاوكيبت اللوب ده اللي بيحتوي على مراكز حساسة حسة البصر تمه هي تمام يبقى ده اللي هو المركز البصري او مركز الابصار يبقى ده يعتبر بالنسبة لي ايه يعتبر اوكيبت اللوب اوكيبت اللوب الاوكيبت يا اللوب ده يا شباب اللي احنا سميناه قبل كده الفص القفوي اهو هتلاقيه كده موجود في المنطقة الخلفية من الرأس ويه عشان كده يا شباب دايما يعني بيقوله ما نضربش حد على قفاء عشان ما يتعميش او كده هو الفكرة او عينيه ما تتقصرش الفكرة ان فعلا العصب البصري او المركز الابصار اللي هو بيبقى موجود عندنا في اللي بيبقى موجود في المنطقة الخلفية من الرأس تمام طيب فيه بعد كده الفص الرابع اللي هو تيمبراللوب وده بيتقال عليه الفص الصدغي طب الفص الصدغي ده سموه كده ليه لان احنا بنقوله عن منطقة الخد دي الصدغي تعال لما نشوف المنطقة دي بيكون فيها فيها منطقة الانف وتست التزوق باللسان وهيرنج السمع اللي هو يبقى انا عندي التلاتة دول كده موجودين فين في التيمبرال يبقى عندي هنا اللي باللون الجرين ده وهنا الجزء ده يبقى هما اللي اتنين كده طبع مين التيمبرال لوب اللي بيتقال عليه الفص الصدغي تمام كده يا شباب طيب نشوف بقى باقي مكونات البرين ونرجع تاني للصفحة اللي قبلها بس عشان نجمع معلوماتنا احنا قلنا ان الفوربرين بيتكون من تلات اجزاء سيريبرال كورتكس اللي هي التو سيريبرال هيميسفير اللي اخدنا فيها الخمس فصوص حالا وفيه بعد كده في الفوربرين منطقة سالمس تمام وهي بو سالمس منطقة سالمس هي شباب منطقة المهاد وهي بو سالمس المنطقة اللي تحتها طيب نشوف كده بقى الجزئين اللي بقين معانا من الفوربرين يعني المفروض احنا كده نكتب هنا فوربرين يعني الدماغ الامامي احنا هنا في نمبر تو مشال الناس ما اتطوشي بس مني اه سالمس اللي هي منطقة المهاد بيقول لي تاب الفنكشن بتاعتها ايه الوظيفة بتاعتها يعني بتعمل ايه بتعمل تنصيق بتنصق بتنصق مين النيرف اللي هي السيالات العصبية الحسية ذات ريتش ذات سريبرال كورتكس يعني اللي بينظم السيالات العصبية او الاشارات العصبية قبل ما توصل للبرين ده السالمس يعني فيه ناس كده يعني بتقول انه هو زي الحاجة اللي بتساعد البرين زي المساعد بتاع البرين او كده انه هو قبل ما ان السنسوري نيرف امبلس يوصل للبرين يقوم منطقة السالمس ديت منطقة المهاد بتنصيق السنسوري نيرف امبلس قبل ما توصل ليه السريبرال كورتكس اللي هي موجودة في البرين طب بينصقها كلها قال لي اه وبينصقها كلها اكسبت ذا سميل يعني مالوش علاقة بالايه بالحاجات اللي خاصة بالشم لان الشم ده متعلق بالبرين دايريكت يعني مش محتاج حد ينصق السيالات العصبية الخاصة بالاسميل يبقى احنا هنا بنقول ان السالمس ده مركز مهم لتنصيق السنسوري نيرف امبلس السيالات العصبية الحسية اللي بتوصل للسريبرال كورتكس اللي بتوصل للقشة المخية مع دا السميل لان ده بيوصل لها دايريكت بدون السالمس تمام يبقى دي منطقة السالمس شايفينها مع بعض في منطقة تحتها اسمها هايبوصلمس هايبوصلمس يعني منطقة تحت المهان قال لي بتاعتها ان هي فيها مراكز كتير بتتحكم في الرفليكس دايما بقول للشباب واحنا بنشرح الجزء ده بنقول لهم الهايبوصلمس ده بتاعنا يعني ايه بتاعنا بيعمل يعني فيه الحاجات بتاعتنا احنا بنحس بايه بهنجر يعني احنا صار طبعا العطش بنحس بيه احنا برضو صايميم اللي هو النوم وتنظيم درجة حرارة الجسم فاحنا نفتكر كده الهايبوصلمس اللي هو الحاجة اللي فيها جوع وعطش وفيها نوم وكلام كل الحاجات اللي احنا بنقوم بيها دي موجودة عندنا في الهايبوصلمس عشان ما ننسوهوش يبقى الهايبوصلمس ده بتاعنا اللي بنحس من خلاله ها بالهنجر الشبع تمام ويسرست العطش سليب النوم وبادي تمبريتشر ريجوريش طب نشوف كده يا شباب سؤال تستيورسلف بيقول لي which of the following brain loops doesn't have a rule in controlling any of the five body senses طيب لما احنا نشوف كده الوحيد اللي ما كانش يليه علاقة بالسنس أورجن هو الفرانتال لوب ليه لان الفرانتال لوب كل اللي قلناه انهو بيحتوي على مراكز بتتحكم في الموفمنت الحركة اللي احنا قلنا فيه بتحكم فيه الحركات الاراضية في الموتور سنتر وكمان فيه السنترز الخاصة بمين الخاصة بالسبيتش النط الميموري الذاكرة السينكين فالفرانتال لوب بعيدا جدا عن السنس أورجن طب نشوفها على الرسم عشان نتأكد اه احنا هنا قلنا الفرانتال لوب فيه ايه فيه الموتور سنتر المراكز الحركية والميموري سنتر وقلنا كمان معهم السبيتش والسينكين ملوش دعوة بسينك أورجن لكن تعال هنا بالنسبة للبرتال لوب ده كان فيه سينكين سينسيشن سنتر مراكز الاحساس الجلدي تمام فدي طبعا من ضمن السينك أورجن اللوكيبتال لوب كان فيه الفيجون سنتر وده من ضمن السينك أورجن التمبروال لوب كان فيه السميل والتيست والهيرين كل دي سينك أورجن يبقى اللي ملوش علاقة بالسينكس أورجن تمام هو الفرونتال لوب الفص الجابي طيب نشوف بعد كده احنا خلصنا الفور برين اللي هو الدماغ الأمامي ندخل بقى على الدماغ أو المخ الأوسط اللي اسمه ده بيكون ده بيعتبر هو الجزء ده كده ده أصغر جزء من زي ما قلت لكم في بداية الفيديو وبيمثل حلقة وصل لأن الجزء اللي فوق ده كله فور برين هنيجي على الجزء اللي فيه شبه ورقة الشجر والجزء اللي تحت ده هيبقى هاين دي برين هو بيعتبر حلقة الوصل ما بينهم طيب الفانكشن بتاعته بيعمل ايه قال لي عنده مراكز عصبية زي تكيب يعني ده اللي بيحافظ على التوازن بتاع الجسم طيب ونخلي بالنا هو كمان في مراكز متعلقة بهيرنج وفيجن احنا خدنا الكلام ده في الفور برين وبينظم افعال منعكسة واحنا كمان قلنا ان المسؤول هنا عن تنظيم برضو عندنا هنا هيبقى فيه هيبقى فيه واجه تشابه مع البرين دلوقتي يبقى مع الفور برين فهو دلوقتي بيعمل تلات حاجات اول حاجة بيحتوي على المراكز عصبية بتحافز على البادي بلانس تاني حاجة انه هو بيحتوي على مراكز متصلة بالسمع والبصر تالت حاجة معانا انه هو بيتحكم في مني زي اللي هما الافعال الانعكاسية المرتبطة بالهيرنج المرتبطة بالسمع وعلى كده بقى بيبتدي يديني سؤاله بقولي تقريبا احنا قلناها احنا عندنا هما الاتنين متعلقين بتاعت مين تمام فبقوله هنا وبرضو هما الاتنين كمان بيتحكموا في مني افعال يعني افعال منعكسة كتير طب نركز كده مع بعض عشان نشوف الكلام اللي احنا قلناه اهو احنا عندنا في تمام فيه اللي هو وفيه عندنا هنا تمام يبقى ده موجود هنا وموجود معايا في الميت برين طيب ايه كمان هنا في منطقة هنا عندنا بيقول فيه المنطقة بتاعة ان هو طيب وهنا في الميت برين قال لي برضو نفس المعلومتين هدي نقطة والنقطة التانية زي الافعال المنعكسة المتعلقة بالهيرنج اللي هو السمع تمام كده يا شباب طيب نكمل الجزء الباقي معانا في البرين هو المخ الخلفي وده بيتكون من ثلاث أجزاء أول جزء منهم اللي شبه ورقة الشجر ده اللي هو اسمه أو المخيخ بيقول لي ده ده موجود في المنطقة الخلفية ومكون من ثلاث فصوص طب الوظيفة بتاعته بيساعد في توازن الجسم أو بيحافظ مش بيساعد بيحافظ على توازن الجسم مع الأزن الداخلية والبادي مصل زعطلات الجسم يبقى احنا عندنا هنا اللي بيحافظ لنا كمان على البادي بلانس يعني بصوا شباب طول ما الشخص متازن يبقى هو كده تمام ما فيوش أي مشكلة طب سيء مثلا آآ حد من اللي هو بيتناول مشروبات زي الكحولات مثلا الحاجات اللي هي بتخلي الشخص زي ما يكون ما بيكونش مركز أو اللي هو ما بيكونش في وعيه طيب الخلل عنده أو الدسوردر عنده بيبقى في منطقة مين منطقة السربيلم تمام فهنا السربيلم بيقول لي اللي هو إن الشخص يبقى متزن والزهيل بقى في و و الناس لو حصل له لو أي حد حصل له التهاب في الأزن الوسطى بيحس دايما إن هو دايخ ومش متزن فدايما لما بيقول الأعراض دي لأي دكتور فبيسأله إذا كان أو بيبتدي يفحص بقى ويشوف موضوع الأزن الداخلية تمام وإن ممكن هي تبقى السبب لأن هي مع اللي هو المخيخ ده بيحافظ على توازن الجسم طيب ما ننساش إن حاجة كمان أخدناها في توازن الجسم اللي هو مين اللي هو بردو أو بيحافظ على التوازن العام بتاع الجسم اللي هو التوازن العام للجسم طيب نيجي بعد كده للمكونين التانيين اللي موجودين عندنا فيه وهو بونز ومضالة بيقول لي اللي هو الجزء ده وكمان المضالة كله أي واحد منهم بين السيالات العصبية من لأن ما ننساش إن المضالة دي متصلة بال شفناها في أول رسم خالص أهو أهو يا شباب آدي المضالة آدي المضالة أوبلينجاتا متصل لآخر جزء منها بال فعشان كده بيقول لي البونزفر واللاي والمضالة أوبلينجاتا بيعملوا على إيه؟ آآ بيعملوا على بيعملوا بياخدوا السيالات العصبية من خصوصا نحن عارفين إن المسؤول عن هو فبتاخد منه الإشارات العصبية دي أو السيالات العصبية وتوصلها للبرين مين اللي بيعمل كده؟ البونزفر واللاي والمضالة أوبلينجاتا طب هيكلمني حاجة خاصة بقى بالمضالة أوبلينجاتا إنه خير مستطيل بقول إنه بيحتوي على بعض المراكز الحيوية نخلي بالنا بقى لأن المشكلة في المضالة أوبلينجاتا دا لو حد مثلا حصل له أي إصابة يعني لقدر له في حادث في أي حاجة حصل له إصابة في المضالة أوبلينجاتا عارفين ليه؟ لأن هي بتتحكم في فيتال سنتر أو في مراكز حيوية زي إيه؟ زي بتحكم في مراكز التنفس لو ما حصلش تنفس الشخص هيموت حركة الأوعية الدموية أهو اللي هي المراكز المنظمة لحركة الأوعية الدموية اللي هي الكحة فإحنا عندنا هنا المضالة أوبلينجاتا بتتحكم في فيتال سنتر فيه السؤال بيقول لي بقلوه العبارة دي إس كورريكت أقول له كورريكت ليه؟ أقول له كده بيكوز مضالة أوبلينجاتا اللي هي جزء من الهايند برين بيكوز مضالة أوبلينجاتا اللي هي جزء من الهايند برين بيقول له أن هي كونترول بتتحكم بعض المراكز الحيوية سنترز إن ذا بادي أقول له آز زي مين؟ زي الرسبيراتوري سنترز معايا كده يا شباب والبلد موفمينت المراكز المنظمة المراكز المنظمة لحركة الأوعية الدموية وأضيف عليهم كمان اللي هو البلع والقيق والسنيزنج العطس وإيه مراكز الكحة طيب عشان كده يا شباب لو حد حصل حادث ولا حاجة أول ما بيروح المستشفى بيسألوه إذا كان عمل يعني قيق ولا لا لأنه لو حصل قيق بيبقى فيه مشكلة إنه ممكن يكون المضالة أوبلينجاتا اتأثرت طيب نشوف بعد كده احنا كده خلصنا البرين آخر جزء بنسبالنا جزء صغير عن السباينال كورد السباينال كورد ده تاني أجزاء بيبقى موجود داخل كنال قناة موجودة جوة العمود الفقري الكنال دي بنسميها قناة عصبية أو قناة شوكية عندنا طبعا الفقرات بتاعت العمود الفقري فيها قناة اللي بيمر فيها هو الحبل الشوكي بيبتدي منين احنا لسه شايفين اتصاله بالمضالة أوبلينجاتا بيبتدي السباينال كورد من المضالة أوبلينجاتا أوف برين عندي اكستند ألونجزا فرتبرال ايه كولم اتسلينس الطول بتاعه ريد شباوت بيصل حوالي فورتي فايف سنتيمتر لون انذ أضل تمان يعني طوله نصف متر إلى خمسة سنتي تقريبا في الرجل البانا طب نكمل الوصف بتاعه بيقول لي طب ليه هو فارغ من الداخل لانه بيحتوي على اسمه سنترال كنل فعلا قطع فيه فيه في النص جزء هولو فارغ اسمه سنترال كنل طب ايه كمان قال لي في شقين واحد درزل كده ده شقين شق منهم درزل يعني ظهري والتاني فنترال يعني بطني نقول يعني ايه نشوف كده قادي عندنا القطع في الاسباينال كور قادي شق منهم ده في الناحية الظهرية ده بتقال عليه درزل فشر وقادي الشق التاني موجود هنا في الناحية البطنية ويقول لي عليه فنترال فشر نحن عندنا الحبل الشوكي ده موجود داخل العمود الفقري والعمود الفقري موجود في ظهرنا في جهة اللي هي جهة الخلف وجزء من العمود الفقري طبعا بيبقى في اتجاه البطن. تمام? مش هو دائري كده. جزء ناحية الخلف وجزء التاني ناحية البطن. فالده بيتسمى الدورزر فشر. والجزء التاني ده بيتسمى فبيقول لي ده اكستيند الونج ده ميدلاين. تب اللي اكد الكلام ده ان هو بيمتد على الخط المنصف. اللي بيقسم النصين. يعني مش زي مش قد بعض بالزبط. تمام? يعني ممكن تحس ان فيه لوب منهم اكبر من التاني. يبقى احنا عندنا في واحد منهم اسمه دورزر فشر والتاني اسمه ده اه شق زهري من ناحية الظهرية وده شق بطني من ناحية البطنية. اه طبعا نيجي اللي بتحيط بالسبينا الكورد هنلاقيهم هما نفس اللي كانوا بيحيطوا بالبيرين. بقول اللي هو من بره لجوه. اهو. المبطن لفقرات العمود الفقري من الداخل هو الدورا ماتر. والملامس للسبينا الكورد هو البيا ماتر. واللي في النص ما بينهم الاركانويت زي التلقس بترتبهم موجودين في عين في البيرين. طيب بيقول بتاع السبينا الكورد. اللي اللي هو بيتكون من طبقتين. الانر لير اللي هي الطبقة الداخلية. والاوتر لير اللي هي الطبقة الخارجية. دي انر ودي اوتر. قال لي الانر لير دي بيبقى لونها جري. بتبقى جري ماتر واخدى شكل لتر اتش. على شكل حرف اتش زي ما انتم شايفينها ولونها جري. اما الجزء الخارجي ده بيبقى اسمه وايت ماتر. وهنعرف دي ليه جري والليه دي وايت. الجري بتبقى لونها جري لانها بتتكون من نير في سيلز بادي. اللي هي اجسام الخلايا العصبية بالدينتورايتز كمان. وخلايا الغراء العصبي. اه اما الجزء التاني اللي عندنا اللي هو الوايت ماتر بيتكون من نير في بارز من محاور الخلايا العصبية. يعني سي مسلا. انا لو جيت هنا في المكان ده كده ورسمت نير في سيل. هلاقي السيل بادي بتاعها اللي هو جسم الخلية بتاعة النير في سيل دي اهو معايا كده. ادي الجسم الخلية ده بالدينتورايتز بخلايا كمان تانية اسمها النيوروجيليا. كل ده موجود فين? كل ده موجود في الجري ماتر. تيجي بقى للاكزونز بتاعتها المحاور اللي احنا بنسميها هتلاقيها موجودة فين? في الويت ماتر. يبقى عندنا في الجري مطر اللي هيبقى موجود والنيوروجيليا واللي موجود عندنا هنا في الويت مطر اللي هي مقصود بها المحاور اللي بتبقى مغطاة بمادة الميالين ودي فاتي مادة دهنية عشان كده المنطقة اللي برا دي بيبقى لونها ويت. طب الفانكشن بيقول لي هنا الفانكشن بتاعة الجري مطر دي بتعتبر المين سنترز فو اوف رفليكس اكشن. طبعا احنا عارفين ان المسؤول الاول عن الرفليكس اكشن في الجسم هو السباينا الكورد. مين تحديدا في السباينا الكورد الجري مطر. ويرزا سباينا الكورد كونتين ساوزاند بيحتوي على الاف من الرفليكس اركس الاف من الاقواس الانعكاسية. تمام كده? يبقى احنا عندنا هنا اللي مخلي اللون ده جري اللي موجود هنا هي اللي مخليه فيه هنا اللون جري تمام? وبنقول ان هي مسؤولة عن الرفليكس ايه اكشن. طب هنا الفانكشن بتاعة الويت مطر قال لي يعني بتعمل قناقل للسيالات العصبية من كل اجزاء الجسم يعني من جميع اجزاء الجسم بتوصل للمراكز الاساسية الموجودة في المخ والعكس. يبقى احنا هنا طبعا ده عبارة عن اجزل محور نيرف واحنا خدنا الدور بتاعها في الدرس اللي فات في نقل اللي هو السيالة العصبي. فبما ان هي اساسا عبارة عن محاور خلايا عصبية فدورها هو اه بتعمل قنواقل للنقل السيالة العصبي من الاجزاء المختلفة للجسم للمراكز الاساسية في البرين وبعد كده بتاخد من البرين وتوصل لاجزاء الجسم. طيب بتحتوي هنا الجري مطر على ايه? قال لي. هنشوفهم في الصفحة اللي جاي. قرنان زهريان وقرنان بطنيان. وهنشوفهم في الصفحة اللي جاي. طب نشوفهم كده مع بعدة. نشوف الكي بوينت الاول مع بعض. بيقول لي هنا. ذا نرفض سيستم ريجون ذات موست اللي كونتين فاتي سابستانس. اس دا وايت مطر. بيقول لي يعني هي وايت مطر عشان هي بتحتوي على فاتي سابستانس. طب ليه? قال لي عشان هي بتتكون من نيرف فايبرز يعني محاور خلايا عصبية اللي يفع عصبية. انا شرحت الجزء ده. which contain the myelin substance that is considered a fatty سابستانس. يبقى السبب ان دا وايت مطر ان دا عبارة عن الاجزونز او النيرف فايبر اللي بتبقى هنا حواليها ميالين سابستانس. مادة الميالين دي مادة دهنية بتبقى لونها وايت. فده السبب ان المادة اللي برا دي كلها وايت مطر. طيب بيقول لي هنا remember that when examining a section in the cerebral cortex لما نيجي نعمل فحص في القشرة المخية. قال لي we find that the inner layer. الطبقة الداخلية من المخ بيبقى لونها وايت. يبقى الانر وايت. والاوتر لير من المخ هي اللي بيبقى لونها جري. يعني عكس ال spinal cord. احنا عندنا ال spinal cord برا وايت جوه جري. طب الbrain بالعكس برا جري. الاوتر هي الجري والانر هي اللي وايت مطر. نشوف اخر جزء معنا النهاردة. بيقول لي اه هنا section. ودي for illustration only. يعني ده section. اه فقرة عزمية. وهندرسها في بالتفصيل في بداية الثالثة سنوية ان شاء الله. طب بيقول لي اهو. جوه القناة جوه الفقرة العزمية بيبقى فيه قناة كده. القناة دي العصبية بيمر من خلالها ال spinal cord. ادي رسم ال spinal cord. ادي الليتر اتش اللي بيبقى جري مطر. وادي ال white motor. طب في حاجتين قلت لكم هنشوفهم في الرسم اللي ورا. حاجة اسمها دورزل هورن. قرن زهري. وفنترل هورن. قرن بطني. طبعا الدورزل ده اللي بينقل السنسوري. اه استيميولاس اللي هي ايه المؤثرات الحسية ليه المين? ليه. والفنترل ده اللي بينقل منها الموتر. اللي هي الحركية. تمام? عمتنا الجزء ده for illustration on. طيب. اه بيجي اسألني هنا في test yourself بيقول لي ايه? اه. اه. طبعا قلنا السبب عشان ما نضيعش الوقت. السبب ان موجود فيها السيل بادي. اه بتاع النيرفي سيل. السيل بادي دنترايتز. وموجود كمان النيوروجيليا. هي اللي مسؤولة عن الجريكل. طيب توكينج يعني سبيتش يبقى ده هنا بيقول لي mention the part is that is responsible for regulating the following function. احنا عندنا التوكينج التحدث ده بيعتمد على مين? الفرونتال لوب. تمام? تخلي بالك التخطيط لمشروع ده يعني تفكير. وانا قلت لك برضو التفكير بمراكز التفكير موجودة في الفرونتال لوب. يبقى انا عندي الاول والتاني ده فرونتال لوب. طب feeling بين الاحساس بالقلم ده. يعني انا بحس بيه عن طريق مثلا الجلد. يبقى ده عبارة عن ايه? بارتال ايه? بارتال لوب. طيب. هنا recognizing odor. التعرف على الرائحة. طب الرائحة دي احنا اخدناها في مين? اخدناها في اللي هو الفاص الصدغي. اللي قلنا عليه اسمه تمبرال لوب. تمام? يبقى ده كده تمبرال لوب. ما هو برضو الهيرينج موجود معانا في التمبرال لوب. تمام? طيب. التنفس اخدناه في المضلة قبلنجاتا. والبلاطف لو الاتنين نمبر سكس وسيفن دول عبارة عن مضلة قبلنجاتا. تمام كده? قبلنجاتا. يبقى احنا هنا خلاص كده يا شباب. آآ عرفنا السبب. عشان بس السؤالين كده بسرعة. السبب في اللون الجري بتاع اللي بيبقى موجود هنا في هو المراكز اللي هو بيتكلم عنها التحدث اللي هو سبيتش اللي احنا اخدناه. ده تفكير. اللي اتنين موجودين في الفرنطال لوب. بين الاحساس بالقلم ده بارتيا اللوب. قدر تعرف عن رائحة والميوزك موجودين في التمبرال لوب. ده في المضلة قبلنجاتا. تمام كده يا شباب? ان شاء الله الفيديو الجاهي تكون حل اسئلة. اتمنى تكونوا فهمتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.